السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عصام من قناة عصاميات اخباركم ايه عاملين ايه كله تمام عشانكم كله تمام جماعة انا متحمس جدا لفيديو النهاردة يعني فيديو لجع البال ولا على خاطر يعني فيديو مش بتحضر له خالص احكيلك كده القصة كنت متماشي على البحر نحلت كده خليه حمالة عنها في اسكندريا وبص كده لقيت محل مقفول وعليه لوجو واسم الاسم ده اسمع عنه واعرفه فعطة بص الاسم طلع اسمي عز المنوفي عز المنوفي طبش اتعكيب ده طبع الكاهرة ايه اللي جابه عندنا قلت موكي لحده يقلده ايه شطا يعني روحت بيتنا بقلب صفح النت وفجأة يظهر للاعلان عز المنوفي فتح عندنا في اسكندريا يا مرحبا هلا هلا تعالى حبيب تعالى تعالى في قلب أخوك تعالى تعالى نعمل لك ريفيو تعالى بلدي النهاردة هنعمل ريفيو لعز المنوفي ورسالة لكل الناس اللي بتقول لي اروح الكاهرة عمل الفيديوهات هناك عشان تجرب طائم يجرب هناك مش محتاج نروح هما بيقولي واحدة وآتين اللي عايز عمل لي ريفيو يجب لي مطعم بتاعوا هنا سكندريا من ده اخر المهم قبل نبدأ النهاردة عايزين نوصل حلقة النهاردة العشرين الف لايك بسرعة وعايزين بقى نعلك ايه قانون بقى لفترة النايمة ووقع فلا عايزين بقى نرجع عن كدر ايه بالمشاهدات بقى الحركات بقى واللايكات بقى وعايزين بقى الفوضو بقى على الانستجرام بقى عشان نوصل خمسين الف اشتو؟ اولا نبدأ في المينيو بتاع عزي المينوفي مينيو عزي المينوفي يعني مينيو مصيد جدا وصغير جدا هو عبارة عن ورقة وش ودهر ده كده الوش وده كده الدهر نبدأ بالوش الوش عندنا الحاجات التي بيقدمها عزي المينوفي عندنا تمن ساندويتشات اربع ساندويتشات حادق واربع حلو الحادق عندنا كبدة عندنا صدوء شرقي وعندنا صدوء مدخن اي repeat صدوء من الصجاك وصدوء مخرون والكبدة بتاعه اعتقد كبدة искندراني اعتقد مش عارف الصراحة بس اعتقد اسقدراني بس لهو السكاندراني اجيل اسidedري بنفسه اكده جايا من الصراحة ندخل من نفس باعه السكندري دها كده الحادق الحلو بقى عندنا اشت بمربه و اشت بالحلوة واشتة بالعسل والساكلانس الساكلانس ده عبارة عن الاربع في بعض اشتة وحلاوة وعسل ومربع دي كالساندويتشات بعد كده عنده عين بيتوتس وعنده صفات التنوط المكتبلة وماية معدنية وكولا وسبرايت ده كده كل المنيو والسعر يشامل للضريبة وهنا كل الاسعار موحدة على الساكلات كلها بـ 14 جنيه دي حاجة يعني حلوة ووحشة في نفس الوقت يعني شتوحد السعر وتريح من اخرك ولكن كبدة بـ 14 جنيه هي اه ما اعتبرش غالية بس في مقارنة بيت الناس لا اعتبر غالية يعني عندنا كبدة في السود الوقت بخمسة جنيه وممكن يكون مثلا كبدة بلا دي كبدة نظيفة مش عارف ده كده بالنسبة للصفحة قولنا تعتم مني الصفحة التانية بقى ودي عروض بقى عروض العز واجبة عز واحد واجبة عز اثنين تلاتة وهكذا عز واحد تلت رغيفة مع بطاطة وتماطم عز اثنين ست رغيفة مع اثنين بطاطة وتماطم واجبة عز تلاتة بقى 15 رغيفة وهكذا يعني بصراحة مني جميل بسيط سهل جدا وطلبت مني كل مرة دي يعني انا جبت طبعا سنلتشات عشان تجربه مع بعض تعالى بقى ندخل بقى كده ايه عالتغليف والحركات طبعا بطاطس بتحطي في علبة صغيرة كده علبة التحين انا شريهة السلطة واثنين مخلل الكيس التاني بقى بسيط ام علبتين كل علبة فيها السندوشتات علبة حادئ وعلبة حلوة دي كل علبة الحلوة فيها اربع سندوشتات وده كده الحادئ وفيه برضه اربع سندوشتات الريحة ضربت في بشي تعالى كده نبدأ اول حاجة بالحاجات كده الخفيفة قبل سندوشتات عندنا بطاطس عندنا صلاة التماطم وعندنا تحينة نبدأ اول حاجة بالبطاطس بالنسبة لسعر بطاطس سعرها عامل 12 جنيه يعني مقارنة بقيت البرندات بسعر كويس نقول بسم الله وندوق ولكن صاحب المسيطة معلش قبل ما ندوقنا نقول بصوا هي كبطاطس سايا فتحاسسها ارفع عن الطبيعي مفايعة جدا عن اي بطاطس طبيعية وفي نفس الوقت بتبهار تبهير حلوة قوي والبهار اللي هم حطنون في ايه اشبه بتعم الكباب يعني حاسسوا كده شبس بالكباب تعمها حلوة قوي وتعم جدا دي بالنسبة لها تاخد قيم حلوة 9 من 10 تعم بقى دي بقى بقى فراخ ولا كباب عالي كده نرح نشوف بقى الطماطم سعرها عامل 5 جنيه اسمها طماطم متبلة تلاقي كده فيها شرطة حرائة ومشتغل عالي تحيا عامل نجي المعلقة كده فيها بقى عصير بقى للسلطة والحركات بصابة السلطة عالية شوفت الكاسة بس حرائة مفايسسها برضو ايه عاد بسنة عالس لحدها اكتر بس حرائة حرائة يديها طقيم كام يعني الناس بتحب الحرائة حتى تبدأ التحينا بقى مش مكتوب في المينيوم انا لقطتها من على الجهاز لانا روحت انا جبت حاجة بنفسي نتبتاش دليفري عشان اعطاك الاسفارة اسكندرية وما شغلش دليفري شوفت التحينا دي عالجهاز بتاع الراجل اللي هو الشاشة بيتلوب منها الحاجة اعطاك اسفارة عامل تلاتة جنيه هي الا ققلة يلا بس كلا تلاتة جنيه اشتا يعني بصراحة قوامها حلو نفس القوام بتاع التحينا اللي هي بتاعت الالب المشاوي نقلب كده بصو بص عامل ازاي نفس القوام بالزبط بلو كده هممممم صحينا حلوة متحبشة مرملة كده ولكن مش هواو لأ في احسن تعمل تخلي فيها كثير بل شغالة يعني تخط قيم سبعة من عشرة ندخل بقى على الجد وعى الساندروجات نبدأ بالحادق والحركات عزي منوفي عنده أربع سامشات حادقين عنده كبدة صدوق مفروم صدوق مدخن وصدوق اللي هو العاد الشرق عيش ومختلف في الصراحة عم بيتي الناس يعني شكله مميز ليه هم هم بصوا بصت حين احطها ازاي? انا بصراحة عايز الناس تحط تحط تحنا عالكبدة ولكن عندنا في اسكندرية اغيابية المطعم متحطش تحنا عالكبدة يعني مسلا عندنا قاش روحت عالكبدة كبدة القادة الفلاح لو روحت عنده مش روحت تحنا عالكبدة اصلا هو الكبدة وشيت فلفل فكت لغير ممكنش مخلل اللي شطك فيها كتير ما عافش هوضة طبيعة بتاعه لأ ولكن بير مش شطك بالهابل يعني زي التماطم كده انا شطك كتير قوي والله مش روح بص بالعلم الصراحة عاجبني عيشه عيشه حلو والسمسم اللي عايش مش باهم قوي يعني مش بيحبه السمسم عايز ياكله عايز سمسم مش باهم في الطعم ومشكرته بس ان هو حراء طعم كبدة اوفر حرقان الصراحة بالنسبة لي فده ما كيفتنش الصراحة طب الحراء بس هم يحبوا الكبدة دي فبالنسبة لي هتاخد تقييم ستة من عشرة ستنى بقى كتا ربع ساعة كده نكوني بوقي هادا شوية عشان نخش على البعض ندخل بقى عالساندويتش اللي بعد كده واعطاك كده ساندويتش الصدوق الشرقي بيبقى عمارة عن صدوق متحبش كده وعاية تحينه وحركات وشكله جامد يا رب بطلعش حراء نقيت عجيب النص طلعش حراء طلعش حلو متحبش جامد عاجبني انه بتحينه كتير وممكن برضو تزوت عشت حينه نزوت كده لا بصراحة عاجبني او صدقات تحهم نوع صدوق كده نظيف وعاية تماطم كده وبصل وحركات طب بالصراحة والصدوق اي كده بصراحة تخينه كده وحلوة فلا بس اندويتش حلوة عاجبني واخد تقليم حلوش تسعة من عشرة ندخل بقى على صدق مدخن اعتقد هو ده بصوا كده شكل عامل ازاي تحسوا كده سوسيس متصدق او هو اصلا سوسيس بس هو ما نسمينه كده طبعا برضو معاه بصل تماطم شوية خضرة وطحينه وتحبش ومتزبط نقطع كده من النص نعم صدوق عادي تسوسيس يعني ممكن هو مسمينه صدق مدخن بس ذا تسوسيس متحبش برضو ده في التحبيشة بتاعة الصدق العادي ولكن عارفين انتم كبتار او الفيفل اسود والشطة حراء بطبع الاساساس هيحبوه يعني ممكن ده لعن ديلو 7 من 10 هو اه سبايسي بس بردو شهر يعني ندخل بقى على اخر سندويتش معنا وستنويتش الأول فهو سندويتش صدق بس مفروم نفسي اتا حبيش اعتقد برضو باصل وطنوات المحركات بس هنا بقى فارمين بقى الصدق اعجبنا اول كمية اللي حطينا في الساندويتش يعني المسبوخ ده ندوق برضو برضو حرق برضو محبشينه برضو هو في ايه تحبش برضو حرق يعني الحاجة دي مش حرقة هو الصدق العادي محباش اوفر يعني انا شايف ان الحرقان بيضيع الطعم خالص محبين الحرقان والشطة والحرش والجو ده هيعشقوه الساندويتش دي هيعشقوه بس مش كده بقى اول دقطة وردو مش حابت لحس كده كده ان اروحت للعجة اتخلت للعجة انا باكله مش عايف ليه معاني في ايه علاقة فده هياخد تقريم زي الكبدة كده ستة من عشر مفوض يحطوا لحزير مثلا ارني فلفل كه شطة ولا نار ولا اي حاجة جانب الساندويتش مدل ما نشتري ونلبس يعني حذرونا قبل ما نأكل واحد كان داخل متحمس الحموس نازل خالص كده خلصنا لحاجات الحدقة ندخل بقى عالحلو يا حلو اوبا هنا بقى عندنا اربع ساندويتين حلوين علشان تطري لحاجات الحرقة عندنا حلاوة بالقشطة عندنا مرب بالقشطة وعندنا عسل بالقشطة وعندنا سندويتش في الساكلانس كله في بعضه بقى تعلم ده اول حاجة بالحلاوة وننهي بالساكلانس عايز لكم بالنسباني مش بيحب اي نوع حلاوة فيه كده نوع الحلاوة تبقى ايه طحنية كده وتبقى لزيزة كده وفطالف البق دي بحبها في الحلاوة الخشنة كده الناشفة شوية ما جيش معي سكة الصراحة انا شايف ان القشطة مش كتير قوي ان هو حطت لامس القشطة ونقتر للحلاوة قوي بس كويس قول بسم الله بصراحة انا ما حاسش خلص بالقشط القشطة قليلية جدا وطعمها مش باني والحلاوة هنا هو من فرفتها ومعمولة زي ما بحبها الصراحة فالي تاخد تقريب معي نقول سبعة من عشرة نخش بقى على المربة بالقشطة يعني مربة مش كتير قوي بس شغلة يعني مربة بالقشطة تعم بيتي قوي كني عامل سندوش في البيت ده مش يجيبه من بره تمامية من عشرة تعال بقى نخش على العسل بقى العسل بالقشطة انا بقى انتوا ايه تحسوا ان نشتركش في فوضي يعني العسل مش بايل ولا قشطة بايلة نقطع من النص ونضوق انا بتعمل القشطة بالاقتر من العسل مش هادر اقول الوحش قشطة بالعسل بس السنش ده انه محتاج بس العسل يكتر فيه سهلنا كمان فاخد تقليم سبعة من عشرة مرد ندخل بقى على اهم سندوش فيهم بسا كدنس كله في واحد بقى الحلبة بالمربة بالعسل بالقشطة زي ما توقعت اكتر حيبين ايه الحلبة بالمربة لكن العسل والقشطة ديان خالص ولكن ده نفس السعر كانت ممكن مثلا انتق دكتر لو سعر اقل على البقين لكن لأ نفس السعر مش هغال اشتا يعني بس اخد تقليم قليل من البقين نقل له ستة من عشرة مطعم عز المنوفي من مطعم المشهورة جدا في الكاهرة وهو جامد بس جامد للناس اللي بتحب يحب تليح حرقة ومتحبش قوي لكن الغالبانين الزي اللي هما بيحبوا يشطة مش هيجب معهم سكة للمطعم ده عز المنوفي مطعم كويس لطيف وياخد تقليم على بعض يعني سبعة من عشرة طب يا جماعة بكنا نكون خلصنا وجربنا عز المنوفي وقلت رأيي فيه الدروب ايه عليكم انتو اي حد جرب عز المنوفي يكتب حت في الكومنتات ايه رأيكم فيه هل المطعم مستحق الشهرة دي ولا ما يستحقش وبس كده لو عجبك الفيديو وما تنفيش اللايك عايزين نوصل حلقة الي النهاردة لعشرين الف لايك ما قلت عشرين وخمستاشر عشرين عشرين وبس كده نشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة وكان معكم محمد عصوام من قناة عصوام كنساش شير اللايك نسوي اسكرايب السلام